السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي على قناتكم نزها في البيت اليوم ان شاء الله سنحضر معكم حريشات في الفرن تيجيوا رائعين الداد وتيجيوا هشاش بزاف سنقدمهم معكم بطريقة جد مبسطة ضيضة واحدة فقط نتمنى انكم تجربوهم لانهم فعلا تيجيوا الداد بزاف رائعين وتيجيوا هشاش الي عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللي لايك ديالكم وتبارتجيوا الفيديو واللي اول مرة يشوف القناة ديالي نتمنى انه يشترك في القناة ودعموني باللي لايك ديالكم ويلا نبدأ وعلى بركتي الله بالنسبة للمقادر غدي نحتاجه عندي هنايا بيضة واحدة عندي بيضة صغيرة وغدي نضيفه لها عندي سكر الخشن ملعقة كبيرة غدي نضيف نصف كاس ديالسكر الخشن وغدي نزيد عليه نصف كاس ديالجوز الهند الكوك وغدي نضيف نصف كاس زيت المائدة وعندي هنايا ضانون طبيعي تقدروا تديروا نكهة ديالفاني أنا عندي هنايا بدون نكهة صفي وغدي نضيفه المكونات اللي عندي وغدي ناخد طراب اليدوي ونخلط الكل جيدا غدي نخلطه على هات شكل هذا حتى يمتازج لنا المكونات اللي عندنا تمتازج وغدي نضيف عندي جوج كيسان ديالساميد ديالحرشة غدي نضيف جوج كيسان هنضيف الكأس الأول نخلط ونضيف الكأس الثاني وغدي نضيف ساشي ديال خميرة الحلويات مايو عادل 8 قرام صفي وغدي نخلط الحرشة ديالي غدي نخلطها على هات الشكل هذا الخليط ديالنا تيجي على هات الشكل هذا كيف تتشوفو وما تخافوش لانا غدي نخلي ويرتاح واحد المدة ديال 10 دقائق وكيف تتعرفو ان الساميد منيو تنخلي وها ترتاح راتها تنشوف لنا صفي نايا نايف هادلأتناء غدي نضيف قبيصة ديال الملح لاني انسيت ما ضفتاش مع المكونات في اللول صفي وتنخلط غيه تنخلط غيه بيديع لها تشكل هذا شكل دائري بلا مندلكوها بلا تشي حاجة صفي وغدي نخليها ترتاح مدة ديال 10 دقائق بعد انطلاقها صفي من بعد ما دست مدة ديال 10 دقائق بالنسبة لتزيين عندي هنايا اللوز هرمش وعندي الكوك جوز الهند غدي نخلطهم وبالنسبة لتزيين تبقى اختياري تقدروا تضيفو غير السميد او تضيفو الكوك تتزينو بالكوك تخلطوه مع السميد وتتزينو به كيف تتشوفو عندي هنايا الحرشة ديالي كيف تتشوفوها صفي تنشفو تتجمع صفي انها غدي نحاول نشكلها كريات صغيرة والحجم تيبقى اختياري تقدروا تديرو كريات صغيرة ولو متوسطة ولو كبيرة انا هنا درت كريات متوسطة وتنفندوها على هات الشكل هذا كيف تتشوفو هنا هي تنورك على الزيت شوية ديال اللوز والجوز والجوز الهين وتنلصقهم فوق من وجه الحرشة باش تيبقوا لي تابتين وأنا هنا تنقرس ها واحد شوية إلا بغيتوها انتم ما تجيكم مفقعة أو مشقة كتر و تجيكم غليدة ما غدينش غدينغي تكوروها وتحطوها فقط ما تجرسوها ما والو سوف يعني غدين نكمل على هات الشكل هذا كيف تتشوفو تندور أو تنشكل عفوا الكورية ديالي وتنورك عليها وتنبسطها واحد شوية وتنورك عليها باش يدخل لنا يلسق فيها اللوز وجوز الهين سوف انا غدين استمر على هات الشكل هذا حتى نكمل الكمية اللي عندي كاملة وفي هاد الأثناء عراني شعلت الفران نشعلو خصو يكون ضروري يكون سخون بزف ندخلو الحرشة ديالنا والفران ديالنا خصو ضروري يكون سخون نشعلوها على 180 درجة غدينطيبوها من الفوق تتشقق لنا صفي وتنهزو الطاوة ديالنا لكنا عندنا فرن الغاز تنهزو الطاوة ديالنا عندهم الفرن ديال الضو تنخلي الفرن شعل على 180 درجة من الفوق تندخلو الطاوة ديالنا تتشقق لنا من الفوق صفي تنشعلو عليها من تحت ونخلي وحتى الفوق حتى هو شعل شعلو عليها من تحت طيب لنا صفي وتنخرجوها من الفرن فاش نحطو الحرشة فوق من الطاوة تنخلي واحد المسافة ما بين الحرشة والاخرة اللي الحرشة تتهبط وتتسيح إذا نخلي ضروري خسنا نخلي مسافة بينها وبالحرشة صفي من بعد انطلقها اشتركوا في القناة اما الحرشة بعد ما خرجتهم من الفرن تيجيوا على هات الشكل هذا صدقوني تيجيوا رائعين لداد وهشاش تيدوبوا في الفم بالنسبة للشكل ديال الحرشات انتم متتتحكموا فيهم كيف قلت لكم في الأول إلا بغيتوهم يجيوا بحل هكرا غدين تقرصو مغي شوية و أصلا الحرشة من انطل هالفرن تتسيح وتتهبط وتتعطينا هات الشكل هذا ولبغيتوها تجي مفقعة كتر من هكا رغيت تتكوروها وتتحطوها في الطاوة بلا ما تتقرصوها بلا تتشي حاجة نهائيا وغادي انتم الحجم اللي بغيتو والأهم من هات شي كامل ره تيجي رائعين ولداد بزف وهشاش غادي نقطع معكم واحدة بشوفوا هكرا شتجي من الداخل تتجيع لها تشكل هذا نهز معكم هادي غادي نقطعها معكم بشوفوا هكي بشتجي من الداخل تتجي ولا أرواع تتجي شيشة تدوب في الفم صدقوني ومع الإضافة اللي درنا لدي الجوز لهم تعطيها واحد المدق رائع رائع نتمنى يعجبكم الفيديو إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش ملي لايك ديالكم وبرتاج الفيديو وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة